فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا كذلك الأنساب ثلاثة أقسام قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا لا دارا أو دارا لا لسانا وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما وقوم مجهول الأصل لا يدرأ من نسل العربهم أم من نسل العجم وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما نعم نقسموا إلى ثلاثة أقسام منهما هو عربي باللسان وبالدار عربي باللسان وبالدار ومنهما هو عجمي باللسان وبالدار أو عجمي بالدار دون اللسان أو عجمي بالدار دون اللسان العرب كذلك منهم عربي باللسان وعربي بالدار وعربي باللغة ولو لم يكن في بلاد العرب ومن العرب من صار عجميا وبل قد يكون من بني هاشم لكن أخذ اللغة العجمية وترك العربية وصار عجميا نعم انتقالا نعم كما أن من العجم من صار عربيا انتقالا وكذلك من العرب من صار عجميا انتقالا انتقالا